جاء في أشهر قصائد العرضة في الدولة السعودية الثالثة نحمد الله جت على من تمنى من ولي العرش جزل الوهايب وقيل أيضا في السيف الأجرب الذي دارت أحداثه في الدولة السعودية الثانية حطيت الأجرب لي خوي باري يوم كل من خوية تبرى وهنا حيث الدولة السعودية الأولى والتي كانت قصائد الحماسة الوطنية خير موثق لتلك المسيرة ما من شهام اللوذعين مجرب بيوم ترابه لمة الورع الشايبة حمي نبي نريحي صميدة إلى ما وغل هيجة داعة نوادبة وثار عجاج الخيل وظلم تدنا وعد الضحى ليل بها الشمس غاربة من شعراءها الأمير مشاري بن عبد الرحمن في قصيدة يصف حيات أهل الدرعية ويقول فيها يا دار يا ما بك الضدك نصينا فوق النظابك وارهن المسمين يا دار يا ما بك ذبحنا السمينة عن جو يقزون الركايب يمشيحين يا دار يا ما للمجالس بنينة ومنادمن بين رجال الدجارين يا دار يا ما بك نسر الخدينة من معزة انتلهد كبود المعادين يا دار يا من فراقك بكينة بلسان حالا يا الوطن كان تبكين والقصيدة طويلة وكذلك نجد قصيدة أبو نهية يذكر فيها النهضة العلمية وتأسيس المدارس وتأسيس المساجد والأسواق ومواسم البيع والشراء التي كانت تنتشر في الدرعية يذكر فيها تأسيس المدارس والمساجد يقول ولا سوست للعلم فيها مدارس ولا مسجد لما الطريف رفيع ولا مددها الركبان فيها الغيرها ولا وردوا فيها الطروش قطيع يعني يجلبون قطعان الإبل وكذلك موسم البيع والشراء والأسواق التي كانت تقام فيها ولاحظ فيها قبل ذا قيصرية ولا موسم فيها العقول الضيع فهذه دلالة على النهضة التي كانت تعيشها الدرعية كان للشعر نصيب من تلك الملاحم الوطنية وكان له دور بارز في توثيق تلك المسيرة منذ التأسيس إلى التوحي الإمام تركي بن عبد الله وقد قال قصيدة عندما كان في غار عليا في جنوب الرياض الذي كان يشم منه غزوات اللي طرد الوجود العثماني عن الجزيرة العربية واسترداد ملك أبائه وأجداده يقول جلست في غار على الطرق كشاف على طريق النايف من في عليا وطويق غرب وكاشف كل الأطراف وخذيت به وقت وله قابلية مع الخوي اللي أجرب على كل حواف في يد شجاع ما تهبي ضوية قطاع بتاع ولا نيب خواف وبدبرت الله ما نهاب المينية ولا منظرة بين الدرب بالفعل ننشاف ونقايس الدنيا وبقع صبية هذه الأرض التي وثق أعلامها عهدها الزاهر وورثوا لأحفادها قصة مفادها نهضة وعلم وأمان من مهدي الدولة السعودية الأولى للم بي سي عبد الرحمن عبد الله